هناك مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي في حالة التوصل إلى صفقة أو هدنة أن يفقد ما يسميه الإنجازات الميدانية الخشية من أن يعود حركة حماس لمراكمة قوتها كما حصل في جباليا وأيضا مناطق أخرى وبالتالي الجانب الإسرائيلي تقديراته أشارت اليوم إلى أن حماس يملك كفاءة عالية ما زال يحتفظ بكفاءة عالية في سلاح الأنفاق إذن الخشية لدى الجانب الإسرائيلي هي بالأساس أن تترك هذه الفترة فترة الهدنة في حالة التوصل إلى صفقة أن تجعل حماس يزداد أو يعيد مراكمة قوته لذلك الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة وتحديدا قبل الساعة تحدث عن تدمير كبير للأنفاق في منطقة رفح يركز عمليات فيطل السلطان في رفح وأيضا هناك على المستوى السياسي التراشق ما زال مستمرا بحيث في إسرائيل الشعور العام أن نيتنياهو يحاول المناورة يحاول المماطلة يحاول الاستعراض هو مخير بين هذه الصفقة وبين حكومته المضي نحو صفقة يعني بالضرورة أن تنفك هذه الحكومة بحيث أن نيتنياهو يخضع لابتزازات كل من الوزيرين بيتسلي إيلس موتريتش وأيضا إيتامار بينكفير في هذه الأثناء قبل لحظات تحديدا أعلنت الحكومة الإسرائيلية الإتلاف الحاكم عن سحب كافة القوانين التي كان من المقرر التصويت عليها في الكنيسة لأن هذه الحكومة فقدت الأغلبية بفعل ابتزازات بينكفير بينكفير يشترط على هذه الحكومة إذا كنتم تريدون مني تمرير مشاريع هذه الحكومة وضمان استقرارها فلتدخلوني إلى مجلس الحرب هو يشعر أن هناك صفقة قريبة بينكفير يريد إحباط هذه الصفقة يريد المضي بهذه الحرب وأيضا يتمسك بالمطلب الذي لطالما تغنى به تدمير حركة حماس يريد الاستيطان في قطاع غزة يريد السيطرة على قطاع غزة هو يشعر أنه في هذه المرحلة لا يستطيع التأثير فعلا على مجرى الحرب رغم تهديداته على مجرى أيضا المفاوضات يريد أن يكون في قلب صنع القرار في الكابينت الأمني ومجلس الحرب للسيطرة على هذه القرارات أيضا كانت هناك تصريحات من قبل هذه الحكومة أطراف هذه الحكومة شركاء نيتانياهو المتزمتين دينيا يقولون أن نيتانياهو فقد السيطرة على هذه الحكومة هو يخضع لبينكفير يلبي ما يريد بينكفير وبالتالي هناك خيبة أمل في إتلاف نيتانياهو وهذا بشكل وثيق يرتبط بمسألة المفاوضات وأيضا هذه الصراعات الداخلية التي تزداد عمقا وأيضا الفجوات بين الشركاء في هذا الإتلاف نيتانياهو فعلا يبدو أنه في حالة من الحرج أمام شركائه وأيضا أمام الشارع الإسرائيلي الذي يطالب باستمرار بالمضي نحو صفقة كذلك ضغوط العائلات بشكل مستمر حتى في الأيام الأخيرة مع الحديث عن هذه الصفقة وتقدم في المفاوضات يطالبون بالمضي بهذه الصفقة ووقف هذه الحرب لإعادة المفتطفين وعدم المضوخ لإتمار بينكفير